لكن دلوقتي في الزمالك مباراة فاركو الزمالك التقى بفاركو مباراة في كاس الربط للأسف زمالك خسرها وكانت من أسوأ المباريات وكانت إدارة فاشلة من كارتيرون بمعنى كلمة فاشلة وإيه أخطاء من لعيبة الزمالك وإيه حتى بعدها حصل كلاش كده وخلاف بين روءة وبين جمهور كان مشهد مش حاله كله على بعضه مش حاله ومش أقول إن ده سقر ألا ما مليش في الكرة من السقر فيه إنك تتركز في الملعب إنك تكتهد إنك تفوز إنك تعود خسارة ده كله ده كويس لكن الحوافز والدوافع اللي موجودة عند لعيبة الزمالك أكبر بكتير مئات المرات مش عشرة خسر لا مئات المرات عن فاركو فاركو يأمل بأيه إنه مركز كويس أو إنه ما يهبطش لكن لذلك لا يجد أمامه غير طريق واحد هو الحصول على البطولة ده بيضع مئة ألف ضغط على اللعب لكن مباراة فاركو زي أي مباراة يجب التعامل معها بكل جدية وبكل تركيز عشان تاخد الثلاث نقاط والتحصل على الثلاث نقاط يجعلك تنفرد بالقمة وتبقى أول الدوري على الجدول نقعد بقى نسأل أنفسنا للأهلي بقى في الثلاث مباراة إن الفرق هيقدر يفوس فيهم ولا لأ وهيتلعبونه إزاي طب نتكلم بقى على إنه هيتلعبوا بالترتيب ولا بقى إن إيه بقى نختار الضعيف الأول وبعدين القوي ونقعد بقى ندور على إيه ممرات ده اللي إزيانك يمنعه ده اللي يكتجه إليه مجلس الإدارة لأنه يمنعه إنه التأجيلات تتلعب بترتبها مش بالمزاج ومش بالفقص في الوقت ده فاضي تعال لعب هنا مع ده لا لازم بالترتيب ويجي عند وقت معين إدارة الزهانك أنا متأكد من كده هتيجي عند وقت معين هتقولك أنا مش لعبة وقف بقى غاية ما الفرق كلها توصل لعدد مباراة متساوية وده حق الزمالك وده حق وهيحصل لكن ما يحصل وإنت في المركز الأول وإنت متسايد البطولة وإن أنت بتفوز مطشاطك هتقدر تحط ضغوط على الفرق الأخرى كتير لكن هيجي وقت مش بعيد هيجي وقت مش بعيد إنه زالك يقول مش هلعب مبارياتي إلا إذا تلعبت كل المباريات المؤجلة خصوصا أن النادي الأهلي زمان طلبها وحصل فهزالك هيطلبها وهتحصل أنا أقول لكم هتحصل إذا طلب الزمانك هذا الأمر سيتم الموافق عليها من رغبة الأندية لكن قبل ما أطلب أي طلب فوز اكتهت في الملعب كل مباراة اللي فاتت نساها هراكز في الجديد الزمانك ده يعني أفضل ما فيه وأجمل ما فيه أنه كل يوم طموح جديد طموح جديد لللاعب الفوز البحث عن الفوز آه صحيح هنبدأ نتكلم بعد شوية نعدي مطشة اتنين ونسأل على الأداء كمان لكن مش مشكلة المهم دلوقتي الفوز لأن الفوز يرفع المعنويات يجعل الثقة تزداد يجعل الأمور تهدأ حوالين الفريق ومن سمى الاستقرار يحصل ومن سمى النجاح يتم ده اللي لازم الكل يفكر فيه الكل ببعنى الكل كبير كبير وصغير الكبير والصغير يفكروا في إزاي يوفروا هدوء واستقرار عشان يحصل النجاح واللعيبة هي الأساس لعيبة الزمانك هي أساس الاستقرار والهدوء والنجاح بأنهم يفوزوا في أرض الملعب ويجتهدوا ويقدوا كل اللي عليهم ولا يبخلوا بنقطة عرق لرفع اسم النادي الزمالك ورفع اسمهم والحصول على مطولات ده المطلوب ومن سمى مباراة فاركو على الورق الزمالك يعني المنافس الأول في البطولة وفاركو عاوز يبقى في منطقة الأمان في تجربة قبل كده زي ما قلت لكم بين الزمالك وفاركو انتهت بأن فاركو فاز على الزمالك بأدفين حسب ذاكرتي طيب إيه لا يجرى؟ المفاجأة في أنه نونو ألميدا مدرب فاركو هو المدرب المساعد لسنوات طويلة لفرير المدير الفن الحالي لنادي الزمالك ومن سمى شارب تفكيره وشارب يعني خطته ومن سمى صعوبة المباراة الحقيقية في ده في الأمر ده أمر الأستاذ والتلميذ محاولة التلميذ التفوق على الأستاذ محاولة الأستاذ تأكيد تعليمه للتلميذ هنشوف إيه في المباراة؟ هنا بقى يظهر إيه؟ جودة اللعيب قيمة اللعيب قيمة النادي اللي بتلعب فيه طموحك رغبتك في الفوز ما يبقى عندك مدير الفني تقريبا الحافظ المدير الفني بتاعك بأفكاره كلها يبقى الموضوع أنت هتنفذ الأفكار دي إزاي؟ جودتك في التنفيذ رغبتك في الفوز رغبتك في أنك ترفع اسم نديك وترفع اسمك وقيمتك هو ده الموضوع هي دي الحكاية لاعب ولا هنا هتنيني طول ما لا موجود في قناة الزمالك إذا ربنا أزم واستمرنا هنا في قناة الزمالك هقول هنا نفس الكلام الموضوع كله في اللعيبة اللعيبة عايزة إيه؟ الرغبة إيه؟ الطموح إيه؟ في الظروف قبل كده من سنة ما كانش في مجلس إدارة وكان لجان الزمالك واللعيبة دي مش حد تاني قدروا ياخدوا الدوري إذا الموضوع في اللعيبة لازم اللعيبة تبع عرفة قيمة المكان اللي هي موجودة فيه ويكون عندها طموح طموح الفوز والروح والرجولة في الأداء مهما كانت الظروف المحيطة بيهم مهما كان مين هيقعد ومين هيمشي تكتهد وتلعب وقلش ده عشان مطش فارقه لا بقول ده عشان كل المباريات لازم بدأ التفكير ده الطموح الفوز الفوز وتؤدي عشان الفوز وعشان تاخد البطولة وعشان تنجح وعشان ترفع من اسمك وعشان ترفع من قيمتك وترفع من قيمة النادي لأنه في الأخير قيمتك التسويقية والسوقية هتكبر وتعلم بأداءك في الملعب ده رسالتي اللي هتنين أقولها على طول لعيبة الزمالك لعيبة الزمالك لعيبة الزمالك لعيبة الزمالك في اليد رغم وجود مدير فني محترم لكن لعيبة زيك في اليد لعيبة الزمالك لعيبة زيك في الطائرة لعيبة زيك في السلة اللي بيقدي في الملعب هو المسؤول الأول قصود الجمهور لأنه أكيد المدير الفني مش عاوز يخسر ويعمل كل ما يستطيع معاكو كلعيبة عشان يفوز كوابا فكورة القدم في السلة في الطائرة في اليد أيا كان السنة اللي فاتت الزمالك بطل إفريقيا بطل دوري يد بطل كاس مصر طايرة ووصل لنهاية إفريقيا بطل دوري المصري في السلة وبطل الإفريقيا في السلة الزمالك بطل الدوري في كورة القدم في الظروف كانت صعبة واللعيبة أكتر ناس عارفينوا الظروف الصعبة اللي كانوا موجود فيها الزمالك وقتها وعا زالك كانوا رجالة وضعت الظروف طبيعية جدا في مجلس دارة منتخب مجلس دارة المفروض أن يموفر كل الأمور لللعيبة ومنسمى دوركو دلوقتي في الملعب دوركو في الملعب هنا بقى ياخدنا الكلام لمنطقة تانية وهي المنتخب المصري السؤال اللي انتوا أكيد بتسألوه لأنفسكم هو احنا عايزين ايه من المدير الفني الجديد للمنتخب زي اللي كنا عايزين ومدير الفني العديم والأقدم والأقدم وهكذا أداء جيد ونتائج وفوز ببطولات طب ازاي ده يحصل بعناصر تاني لعيبة المنتخب المرة دي بقى كاملير الفني عندي قماشة أكبر مش بس موجودة في الزمالك لأ في الزمالك وفي الأهلي وفي بيرمدز وفي المصري وفي الإسماعيلي وفي سموحة وفي كل أنديات الدول ممتاز ولو درجة تانية لو عايز وكمان عندك محترفين إذا القماشة بس عاوش عشان كده بتمنى هنا من اتحاد الكرة أن يحط شرط كده في عقد المدير الفني الجديد اسمه لو قلت لأماشة ما تنفعش يتم إقالتك لو كل واحد معادي يقول لك أصلي الأماشة أماشة إيه أماشة إيه اللي بتتكلم فيها كمدير فني دورك إنك تشوف الأماشة كويسة وتجيبها وتطورها تقول لك أصلاح المدير فني المنتخب باخد اللي بيعمله الأندية حلو مقاش كويسة يعني نخلي حد من بتوى الأندية لو أنت جاي كده يعني دي شغلتك إنك تختار من الأندية لكن أكيد لك دور فيش مدير فني ملوش دور لكن أنت بتختار عناصر من أكتر من مكان عشان تنجح هنا بقى اتحاد الكرة والجمهور المصري عايزين إيه اتحاد الكرة عاوز نتائج ولا عاوز يبني فريق عشان يتسايد يبقى مسيطر لعالقال لست سبع سنوات ده لازم يبقى التفكير أنا عاوز إيه آه أنا ممكن أخسر بطولة إفريقيا 2023 لكن أخد 2025 و27 و29 ووسعت كاس عالم 26 كمان ده ممكن يبقى التفكير أنا ما عاوزش ده اتحاد الكرة بيفكر فيه في الغرف المغلقة أو حتى في الإعلام الله أعلى وأعلم لكن ده لازم يكون التفكير إن أنا عاوز أتسايد إفريقيا أكون رقم واحد فعلا يبقى الكل يخاف مني عشان لو في يوم من الأيام في بطولة تصفات كاس عالم 2026 وعملنا برضو تصنيف أول وثاني يبقى لازم مصر تبقى رقم واحد ده اللي لازم الاتحاد المصري يفكر فيه إنه إزاي يجعل المنتخب المصري رقم واحد في إفريقيا ما يهمنيش أصلي دول محترفين في إفريقيا العالم أجمع أصلي شفت بعناصر مصرية محلية بنسبة 90% المنتخب المصري كان تسع العالم مع حصل شحاته بعناصر مصرية ودوري محلي بنسبة 90% إذن موضوع ملوش علاقة بإن فيه لعب محترفة ولا لأ اللعب مش ناس إيد ورجل يعني أو فيه المحترفين عندهم في إفريقيا إيد ورجل زيادة لكن فيه عقل فيه تفكير فيه طموح وده اللي لازم النوعية اللي تلعب مع المنتخب الطموح والرغبة في النجاح ورفع اسم بلده وإنه ما يخافش وإنه ما يباش شايف إنه قليل والإعلام يتوقف عن إنه السنغال دي جبارة يا جدع السنغال إيه أنت في الآخر السنغال فازت عليك بضربات جزاء مرتين طولي أصلا كانت ضغط علينا الموضوع بالضغط يعني ماشي أو إحنا بقى عايزين نضغط ونفوز ده المطلوب الحقيقي من المدير الفني الجديد وعلى اتحاد الكرة وعطقه إن يختار مدير فني يعمل ده يوفر ده مين بقى المدير الفني؟ أجنبي ولا مصري لو أنت عرفت الاستراتيجية بتاعتك والهدف بتاعك هتعرف على طول تختار مصري ولا أجنبش على طول عاوز تتساد إفريقيا ولا عاوز تبني فريق ولا عاوز تاخد بطولة كده فسط الزحمة قدرنا نصعد كاس عالم خير وبركة ما قدرناش بش مشكلة لازم يبقى لازم يبقى عارفيني التفكير وتقوله لنا لازم كابتل حزي الإمام هذه القيمة الكبيرة في تاريخ نادي الزماني وتاريخ المنتخب المصري وعضو البرلمان المصري وعضو اتحاد الكرة المصري وهو يكاد يكون المسؤول عن اختيار المدير الفني بالتعاون طبعا مع زملائه في المجلس يطلع يقول لنا احنا هنختار واحد اختارنا هذا الشخص عشان واحد اتنين تلاتة وخلي بالكم احنا هنستحمل موسم يعني كم شهر ممكن انا نخدش بطولة تلاتة وعشرين لكن هنصعد تلاتة وعشرين لكن الرجل ده مستمر معانا هيكمل مسيرة عشان لازم يبقى فيه وضوح تام واشفية تقليل كل ما هتكون واضح كاتحاد كورة مع الجمهور كل ما تضغوط هتقل عليك لأن احنا عارفين ان المطلوب ايه والهدف ايه ومن سمى الهدف بياخد يعني ما بتحققاش من اللحظة الاولى على مدار وقت فبالتالي هنحتمل احنا كجمهور وكاعلام لكن ما تدخلش علي بداخلت ان انا هاخد البطولة اللي جاي يا سيد انا موافر مش اقول لا طيب لو ما خدتهاش بقى ثم اتحاد الكورة ده ذات نفسه الفين اربعة وعشرين ممكن باش موجود لأن في انتخابات بعد توكيا بعد آسف باريس اربعة وعشرين زي قانون من مصر يعني مقرر بعد الدورة اللومبية في انتخابات للتحاد الكورة عشان كده الاتحاد يعتبر سنتين ونص يعني الدورة بتاعته مهم بقى وهو بيختاري بعارف هو بيختاري ازاي وبيختار ليه ويقول لنا هو اختار ازاي واختار ليه عشان نرتاح وهو يرتاح عشان يقعد السنتين اللي بقين له دون من غير قلق ليه بقى لان انت بعد شهرين هتلعب مبارياتك في تصفات افريقيا وفي شهر تسع نفس الشيء وفي شهر تلاتة بعد كده في نفس الشيء في ستة شهور كده راحة يعني هي بيتخلهم شهر ونص للكاس العالم يعني هنروح فين هنيجي منين كلها اسئلة يعني تظهر في الافق بشكل واضح جدا فيما يخص المنتخب المصري الموضوع مصري ولا اجنبي طب الاجنبي ما نعرفش اسامي المصري كلام متداول على فكرة الكابتن حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن قمته كبيرة جدا في الكرة المصرية من الاساطير ده حاجة لا شك فيها ولا يوجد فيها ملاقشة كابتن هاب جلال مدير فني مكتهد بمعنى كلمة مكتهد صحيح لم يتحصى على بطولة لكنه مكتهد يقدر يعني يصطح حاجات معينة لكن انا اسأل سؤال اولا مستغرب الموضوع هو ليه لم يذكر كده ولو في سبيل المجاملة اسم زي ضياء السيد هو بشكلت ضياء السيد ده اللي كان موجود في الجيل بتاع 2011 اللي صعب بيهم كاسعالم 2011 اللي هو محمد إبراهيم ومحمد صلاح وإحمد توفيق ومحمد أحمد الشناوي وعبد الفتاح تاحة وعمر جابر وعلي فتح وعسامي كتيرة جدا من الجيل ده وراح كمل مع برادلي وعملوا نتيجة كويسة لغاية نتيجة يعني النتيجة السيئة والصدغانة ثم جاء مرة تانية وعنده خبرات وده الجيل اللي يتكون ده بتكون على أده ليه ما حصلش حتى مباب المجاملة هذا الأمر حاجة غريبة جدا أنا مش فهمها بصراحة طيب رواح لكابتل حسام اسم كبير وكابتل إيهاب جلال مدير فني مكتهد بس برضو الراجل ده اللي كان موجود معاك الفطر اللي فاتت عارف العناصر كلها لكن أيا كان قرار اتحاد الكورة بقى زي ما يحب سواء مصري أو أجنبي لا شك إن أي قرار هياخده اتحاد الكورة واختياره للمدير فني سنؤيده لذي في الآخر إحنا بنبحث عن مصلحة المنتخب وإن إحنا أكيد هنده هنده فرصة للكل إن يدي مساحته ونتمنى إنه أي مدير فني ييجي ينجح ويعمل لنا نتائج كويسة ونأتي السيد إفريقيا فعلا وقولا زي ما احنا ركم عندنا سبع بطولات في كاس الأمم إفريقية نصعب بقى كاس عالم 2026 و2030 ليه؟ لأن فيه 48 منتخب هيكونوا موجودين في كاس عالم 2026 منهم تسعة من إفريقيا عيب إن مصر ما تباش فيهم والتحاد الكورة اللي هيكون موجود والمنتخب في مصر اللي يصعد 2026 سيحسب حسابا يعني عسيرا شاقا من الكل لأن التسعة مقاعد ومصر ما تصعدش كاس العالم تبقى مشكلتكم وعشان نصع كاس العالم يبقى اختياركم في بكرة للمدير الفني للمنتخب المصري اختيار صحيح عشان تبقى ناتيكتو النهائية صحيح هو الصعود لـ 2026 في أمريكا وكندا والمكسي